الحمد لله رب العالمين السلام عليكم اللهم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم بسم الله الرحمن الرحيم المحبة أو تسبيح المحبة المعروف المحبة هذا الوضع إن شاء الله ينفع للزوجات التي تشتكي وتقول أن زوجها لا يحبها أو أن زوجها خاصة النساء التي تقول أن أزواجهم ينظرون إلى نساء أخرى أو يريد أن يتزوج عليها أو يفكر بالطلاق تكتير من هذا الوضع أو تقول بالعادل الذي سأقول سيحبها زوجها إن شاء الله تقوم بهذا الوضع يوميا إن شاء الله سيبدأ يحبها زوجها إن شاء الله وكذلك للأزواج إذا عرضت زوجتها تحبه لأن زوجته أو مثلا لا تحبه أو مشاكل بينهم يعني النساء أو الرجال الذي عندهم مشاكل في المنزل يكتيرون من هذا الوضع للمحبة وكذلك ينفع للعائلة إذا كان مثلا أبوكي هناك نساء أو فتيات يقول أن الأب متعصب أو دائما شجار في المنزل ليصبح يحبك أو تصبح المحبة في المنزل الذي تكتير من ذكر هذا الاسم هو الاسم المشهور للمحبة بإذن الله ذكر المخطوبات إذا عرضت خاطبة يحبها ويسال في الزواج إن شاء الله وكذلك الذي تريد أن تتزوج تكتير منه لكي مثلا يأتي خاطب ويخطبها للزواج لأن أربما ليس عندها قبول لأن هذا الاسم اسم الله ليس فقط فيه المحبة فهو فيه قبول قبول وتليين القلوب تجاهك يعني الناس يصبحون يحبونك وكذلك للناس الذين عندهم مشاكل في العمل عديد من الناس تقول هذا المشكلة عندنا خصوصا اسمه خصوصا إذا كنت تقرأ سورة البقرة أو بدأت جديدا في الميدان بدأت تقرأ سورة البقرة لم تكن تقرأ وتبدأ تقرأ ستقوم عليك القيامة في العمل خصوصا في العمل الشجار والحساد وتقليل من شأنك ويتكلمون في عراضك ودائم الشجار والحسد ولا يحبونك في العمل خصوصا العمل فلتوكتير من هذا الاسم وأنا أوصي الذي يقرأ سورة البقرة يربط بهذا الاسم يذكر هذا الاسم لأن سورة البقرة لما تقرأها الشياطين يحاربونك هذا لما فرمنا من يقرأ سورة البقرة يعلن الحرب ولكن المشكلة الشياطين لا يحاربونك مباشرة لأنهم لا يستطيعون ولا يأتونك ماذا يفعلون؟ يأتون بناس آخرين وتكلمنا على هذا في فيديوهات سابق يأتون بناس آخرين الذين dre Stevie، سي كناس من قاريّن والذين لا يقرأوا다음 قاريان والذين لا يقرأوا سورة البقرة الذي يضعفان يمه Garage فيساول يرهم قاريانهم أو شيطانهم في قاريان يؤ blankette بلسانهم وبأيديهم فلتكسر من هذا الاسم كي تفعل طاقة المحبة بينك وبين الأشخاص بينك وبين الزوج بينك وبين الناس بينك وبينك الخاطئة بينك وبين العائلة تكسر من هذا الاسم وتقول بالعدد تسبيح المحبة بإذن الله وهو سبحان الله الودود وبحمده سبحان الله الودود وبحمده سبحان الله الودود وبحمده أنا أنصحك أن تقول مئتين مرة وراء كل الصلاة إذا لم تستطع ولن من الناس الذين ليس عندهم وقت تقول أربعمائة في الصباح سبحان الله سبحان الله الودود وبحمده تقول أربعمائة مرة في الصباح مباشرة إذا لم تستطع تقول مائتين مرة وإذا أردت أن تجتهد فيه بعدد أكبر أو ينقل كله وانت تقول فهذا خير سيجعل كل من رأك ويحبك بإذن الله يعني الإسم المشهول للمحبة والتصبيح سبحان الله الودود وبحمده من أرادت أن يكون خصوصا النساء يتشكرون هذا المشكل والفتيات والنساء نفور الناس منك إذا كان عندك نفور الناس منك فأكتروا من هذا الإسم إسم الله الودود سيجعل الناس يحبونك بإذن الله تكترون منه أو تقولوا بالعادل الذي قلته الذي عنده نفور الناس منه نفور الناس منه يعني لا يحبونك فإذا أكتروا من هذا الإسم سيصبح لك سيصبح نحبونك ويتقربون منك وكذلك للعمل قبل للعمل بإذن الله هذا كل شهر ترجمة نانسي قنقر لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله